هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطفية لبرج العقرب. احاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب نوية ونتيجة هالعلاقة يعني مستقبل العلاقة. رح احكي بالتوازي كذلك عن مشاعرك انت ونويةك. ورح احكي عن العذاب. الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتنا. اوكي? ام. وكما عودك انو يعني كيف مبقود كل مرة على انو هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية. وحاول ان تشوف يعني القراءة التي تنطبق عليك اكتر. اذا حسيت ان هذه القراءة التي تنطبق عليك حاول تشوف البرج الشمسي والقمر ياو الطالع. لعنو انا انا بنوية على هالثلاثة ابرج. اوكي? ام. هدا كل شي. ورح نحاول نشوف شو رح يتلعي لك يا برج الاقرب. وما تنسو تعملولي لايك سابسكريب واقعنا ايدي. لحضر لي بومنت. برج الاقرب نظر عم يتلعي ليا برج الاقرب حاليا على انو طاقطك. متعلق بشخص عم تحبو هذا الانسان ممكن يكون برج مائي. بس عم شوف فيتعلق من طرفك نحوه. اه كذلك ممكن يكون برج الحمل. اه عم تحبو لهذا الشخص وفيتعلق كتير اوي. اوكي? ام. نحو هذا الانسان. ام. ممكن تذلك حتي الطاقط الشريكة عم شوفو على انو يمر من ازمة. ممكن تكون ازمة عائلية. اه بحس حالو انو ام. ام. كتير طعبين. كتير طعبين مش عنده قوة انو يقف على ام. على رجليه اوكي? ممكن حتي ممكن هذه الازمة تكون سببها اه الوضع المادي اوكي? كتير هيدا الوضع عم يشغل باله بالوقت الحالي. اما مشاعرك نحوه هذا الانسان عم شوفه ام. ام. ام يعني عم شوفك انت يا برج العقراب. ام مشاعرك ممكن ما بتحكمه بعد. خاصة انت يا برج العقراب عم شوفك في لحظة من الصمت لحظة من التفكير. عم تفكر هل هل هذا الانسان يناسبني? يعني هذا الوقت الذي يعني قضيته مع هذا الشخص كان يستحق او لا. ام عم شوفك بالوقت الحالي. اه عم تفكر اه كتير بالعلاقة. واخد وقت مع حالك. وعم تشوف هل العلاقة كانت تستحق انه تكون يعني بي. يعني تستحق مني كل هذا الطعب اوكي? اه كذلك هو بيشوفك خاصة ازا كنت مرأة يا برج العقراب عم شوفه على انه بيشوفك يعني فتاة الاحلام اللي كان يتمناها بالسابق اوكي? عم شوفك شخص كتير اه عنده القدر على انه اه يحقق احلامه وشخص كذلك يتميز بطاقة اه في نوع من الطاقتك عم تجذبه يا برج العقراب. في نوع من الغموط بشخصيتك بيحسه جميل جدا. اوكي? كذلك عم شوف اه اه خاصة نحو يعني المشاعر او الاشياء السلبية اللي ما عم تحبه فيه. وممكن شخص هذا الانسان شخص حساس زيادة. اه شخص حساس زيادة. اه شخص حساس زيادة هذا الانسان ممكن يكون برج الاسد. المهم يعني طاقات اللي عم تطلع عندي لانه انا بنسى كتير. اه برج العدراء. اه في برج الاسد. كذلك في برج الدور. هيدك الطاقات اللي عم تطلع عندي. اه بس في الابرج الهوائيه الابرج المائيه كذلك. اه حتى النادية عم تطلع. اوكي? عم تشوفك الاشياء ما عم تحبه فيه لانه هالانسان اه اوقيت بتحسوه كأنه طفل. كأنه مش مش انسان ناضر جدا. ما انه هيك شخصية عنده موضوج فكري عالي. اوقيت اه تحسو سادج اكتر. اوكي? بس على كلين انت بتحسو انه شخص لطيف. اوكي? اه كذلك بتحب فيه انه مقدام. انه بياخد حقه بايده. اه شخصية قوية. اه يعني عنده اهداف كتير بحياته. وبيحاول يحققه. اوكي? هيدا الاشياء اللي عم تطلع عندي وخاصة انت نضرتك نحو هادا الانسان. اشياء اللي ما بيحب ضهو فيك. ممكن بيحسك غامض. شخص غامض. او ايد انت بيحسك شخص ازا عملك ابسط الاشياء بتنتقب منه. بتحاول انه تفرجع انه انت منك شخص سهل وانه انا شخص قوي. ممكن انت بتكون صليت اللسان وخاصة ظل معي جرحك هادا الانسان. اوكي? عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي بيحبه فيك بيحب فيك. على انه انت انسان غامض كذلك. على انه انت انسان اه غير متوقع. ردات فعلك غير متوقعي. او قيت انت بتغير بشكل بيحبه. شكل بيحس حاله انه ام ام يعني هو محط الاهتمام. كتير بيحس انه حاله يعني انت شخصية نادرة الحصول. بحس هيك حاله. اوكي? انا عم طلع خاصة للنساء. عم شوف يعني للرجال يعني بيشوفك على انه انت اه شخصية بيشوفك على انه انت شخصية اه كما كان يحلم فيها بعقليته اوكي? شوني تكنى حواله هذا الشخص? عم شوفك على انه اه كأنه انت خسرت هذه العلاقة. هاليا فيه افطراق وفيه انفصال انت والشريك اوكي? عم شوف على انه هاليا استمرت طويلة انه كنتو عم تحلموا السبات. اوكي? بس عم شوف فيه خسارة. يعني بتشوف على انه هذه العلاقة انتهيت بعده وقت طويل. اهو كذلك عم يحس على انه ام كل شي خسروا. ممكن كذلك لهذا الشيء خسر حتى الوضع المادة ما صار عنده جيد. اوكي? اه ممكن هذا سبب عدم استمرار حتى العلاقة. ممكن انت يا برج الاقرب كنت عم فريد تأسيس او ترسيم العلاقة اكثر. بس اه شريك حصل له اه مشكل مادة او اي مشكل. انا عم شوف فيه مشاكل خاصة بالوضع المادي. خله انه ما يتحقق هذا الحلم وما تصير اه وما يعني يجي على البيت ويخطبك. اوكي? اه كذلك عم شوف هل في رجعة او في يعني ما مستقبل علاقة. عم شوف المستقبل العلاقة جيد جدا. اه ازا كنتو مفترقين. وكان السبب والوضع المادي عم شوف انو الوضع المادي سيتحسن. رح ترجع له بعد وانو احلام كن رح تتحقق. حتى السبب او حتى المشكل بالعيلة. ازا عندو مشكل عائلة. عم شوفوا اه رح يتحل حل ان شاء الله. اوكي? اه عم شوف في عودة. للشريك. اوكي? وعم شوف حتى الموضوع المادي او الموضوع اللي عم يعني العائلة اه سيتصلح ان شاء الله. اما للناس العذاب. اه اللي بينتظروا قدوم شخص. عم شوف في راودة شخص من الماضي. مش شخص جديد. عودة شخص من الماضي خاصة ازا كان برجو اساد او برجو اه تور. اه عم شوف ممكن عودة بس بعد اه كلام اه رح رح تقوله انت خاصة انت يا برج العقرب. اه رح تحكي اللي بقلبك. اه رح تحكي اي شيء اه اي شيء يعني كان بقلبك اوكي? او جرحك هاد الشخص. اه كتير عم شوف انه في طاقة اه يعني رح تصرح باشيء كانت عم تقلمك يا برج العقرب. خاصة للعذاب. انا عم شوف شا عودة شخص من الماضي. رح يطلب منك انه تعود له. لانه عم شوفه بيحبك هادا الانسان. اه نصيحة خاصة للعذاب عم شوف انه هادا يعني جيد جدا. انه رح ترجع الامور لمجارية. عم شوف انه الحب سينتصر. خاصة للناس اللي اعزيب. هادي العلاقة لم تموت بعد. اه بس عم شوفه رح ترجع وتحكي ترجع احسن من قبل. اوكي في عودة وفي انتصار وفي بداية جديدة رح تكون ان شاء الله. اه نصائح لبر لبر العقرب. اوكي. حلوي. فين يومون يعني انه كل الوعود اللي لوعدك هذا الشخص رح تتحقق وانه في بداية جديدة ان شاء الله. رح تكون لك يا برج العقرب. ازا عم تتمنى انه يرجع لك هذا الشخص وانه يوفي بوعده. عم شوفه اه رح تتحسن الاوضاع. وراح يرجع لك. اه وراح تكون الاوضاع جيد جدا. اوكي. كمان هون بيقلك انه اه 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 فوكيس. يعني حدد اه اولوياتك بالحياة. اه وراح يعني رح تأتيك المساعدة اه والموتيفيشن يعني والتشجيع اوكي. كمان عم شوف انه بيقلك انه بتعرف شو بتعمل شو بتعمل بس اه طق في نفسك وعمل اه شو بتشوفه صح اوكي. حتى لو تأخرت الاشياء رح تكون بالوقت المناسب. هدي الاوراق كتير جميلة جدا. على انه كأنه مصيحة لك على انه رح تتحقق الوعود اللي اللي انحكت لك يا بر العقراب. كمان هون بيقلك انه اه بس حاول انه تحدد اه اولوياتك بالحياة. اه ازا كان هذا الشخص هو الشخص اللي عم تشوفه مناسب لحياتك. اه حدد اولوياتك. وحاول انه تشوف ده ده شخص مناسب. وخاصة عن انت عم شوفك بطاقة التفكير العميق يا برج العقراب. حاول انه تحدد اولوياتك وتشوف هادا الشخص مناسب او لا. لانه عم شوف انه في في مساعدة من السماء رح تكون ان شاء الله. كمان هون بيقلك انه انت تعرف ماذا يجب عليك ان تعمل. اه فقط ثق بنفسك وقوم بالاشيء اللي باتك هيها. هيدا كان الشيء برج العقراب. اتمنى انه يكون هيدا القراءة سعادتك ولو شوي. اه كشفت لك ولو اشيء بسيطة. اه وبتمنى لكم كل الخير.